اشتركوا في القناة في امارة عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة عندما سمع صوتا قويا في الفجر داخل المسجد النبوي فذهبوا الناس جميعا الى الصوت فوجدوا ان جدار السيدة عائشة الذي يحيط بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد سقط وتحطم وانكشفت قدم فقال الحاضرين اننا شممنا رائحة لا نقدر على وصفها وقد اجتمعت جميع الناس وجاء عمر بن عبد العزيز فوجدوا قدم خارجة من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كان يتساءل الكثير لمن هي هذه القدم الخارجة من القبر وقد شمر الجميع لدخول القبر ولكن قال عمر بن عبد العزيز لا احد يدخل لا نؤذيهم بعد موتهم وقال عبد العزيز ادخل يا رجاء وكان هذا بناء قد احضره عبد العزيز ليبني جدار القبر الذي سقط وكان القدم ظاهرة بعدما الجدار سقط وهذه كانت قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعجزة الاكبر انهم وجدوا القدم كما هي وكأنها قدم شخص حي تماما على الرغم ان جثمان النبي فات عليه فترة بعد ان مات النبي صلى الله عليه وسلم كيف لم يحصل اي شيء لجسد النبي فقال عبد العزيز هذه كانت قدم النبي لانها كانت خارجة من قبره وقال الرجاء عندما دخل قبر النبي انه وجد قبر النبي وجثمانه لم يحدث لهما شيئا تماما كان النبي قد دفن قبل ساعات قليلة انه قبر النبي لم يتغير منه شيئا الا ان تقوم الساعة وان جزة الانبياء سيكون طيب كما هو الى يوم القيامة ولم تأكل الارض منه شيئا فان الله حرم على الارض ان تأكل اكساد الانبياء حقا لا نملك الا ان نقول سبحان الله ونصلي على حبيبنا رسول الله فرددوها ولا تخرج قبل ان تكتوها لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر